موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جديد ومباراة في منتهى الأهمية هي مباراة الأهلي مع الانتاج الحربي على استاد السلام واستاد الفرقتين يا استاد الأهلي هو استاد السلام واستاد الانتاج الحربي هو استاد السلام مباراة في منتهى الأهمية وليلنقى وهما فرقتين من ضمن خمس فرق لم يهزموا حتى الآن في الدوري المصري بجانب سموحة وبيريمدز اللي بيلعبوا في الوقت الحالي متعدلين واحد واحد في شتهم الأول ومعاهم كمان بيت رجت خمس فرق في الدوري المصري الحدي دلوقتي ما خسروش ولا لقاء الأهلي والانتاج هي لعبوا النهاردة شعر أحمد بإذن الله الأهلي يكمل ومعلش الإنتاج بديه أول هزيمة وبرامدز وسموحة متعدلين في شطهم الأول واحد واحد محمود سيد تقدم لسموحة وتعادل أحمد توفيق وكان محمود سيد كمان أهضر ركلة جزاء مباراة في منتهى الأهمية اللي أنا واصق منه واللي أنا متأكد منه أن مباراة الأهلي والإنتاج دايماً بيبقى فيها أهداف يعني هتستمتع بموراك ويساوي فيها إضارة في النية على أعلى مستوى سواء كان من النادي الأهلي عن طريق كارترون أو من جانب الانتاج الحرب عن طريق كابتن مختار مختار اللي هيكون موجود في المدرجات النهاردة لكن كل المباراة بلا استثناء فيها أهداف حتى السنة اللي فاتت يعني اتنين واحد نتيجة الدور الأول واثنين واحد نتيجة الدور الثاني اللطيف والظريف في المباراةين إن هدف الفوز للأهلي في المباراة الأولى في الدور الأول وهدف الفوز للأهلي في المباراة الثانية في الدور الثاني كانت في ديئة 77 عن طريق وليد أزارو في الدور الأول وعن طريق أجيه في الدور الثاني كل مشاهد الأهلي ومتابع الأهلي يستنوا ديها 77 هتعمل عميالها زي ما كانت السنة اللي فاتت خلينا نروح في الأجواء على طول أو نعيش الأجواء على طول ومفكركم أن في النص التاني من ملعب الأهلي النهاردة يكون تشكيلتنا مقونا من كابتن ماهر همام كابتن طارق العشري نقول له الحمد لله على السلامة من رحلة الحج حج مبروه يا رب بإذن الله وكابتن أسامة حسني لكن الأجواء سريعا مع أبوش سمح كريم أحمد الفضل كريم كل الشكر لك كابتن سيد عبد الحفيز والشكر موصول أيضا للنجوم من الستوديو التحليلي كابتن ماهر همام كابتن طارق العشري وكابتني أيضا لكابتن أسامة حسني وكالعادة إن شاء الله النهاردة بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي أحد اشتركوا في القناة أفريقيا بكرة إن شاء الله فعلياتها هيكون موجود كابتن محمد يوسف هيكون كابتن سامير عدلي موجود في القرعة زي ما شرحت لحضراتكم وبعد المباراة إن شاء الرحمن هنتكلم مع كابتن ماهل وكابتن طري العشري وكابتن نسام حسني عن تفاصيل أكتر وأكتر لكن بكرة اللي أقدر أقوله دلوقتي أن بكرة هتعرفوا كل طريق الأهلي يعني هيقابل مين في دور التمانية حورية الغيني أو الأغسطس الأنجولي أو وفاء الصيف الجزائري وبعدين طريق الأهلي هتعرفوه برضو بكرة مش فيش بقى أرعب في يوم تاني هي أرعب بكرة بس إنتوا عارفين كل الطريق بتاع الأهلي عارفين طريق الأهلي يبقى مش إزاي من دور التمانية الواحدة من الثلاث فرق اللي أنا ذكرتها وبعد كده هيبقى في مواجهاته مين أو في طريقه مين لحد المباراة النهائية عند شدة أخبار سريعة كده وبعد كده نستقبل ضيوفنا ضيوف ملعب الأهلي الكاف زي ما قلت لحضراتكم معايير القرعة وشكلها ونظامها هيكون بكرة إن شاء الله وبعد المباراة هنتكلم في تفاصيلها يعني طيب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بيكشف تفاصيل حضور الجماهير لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي دي أول مباراة من فترة طويلة جدا يكون مسموح بيها محليا بحضور عدد كبير من الجماهير حوالي خمس تلاف السنة اللي فاتت اللي قبلها كانت على استحياء كده 200-300-400-500 على أقصى تقدير يعني النهاردة انت بداخل في خمس تلاف ودي خطوة كويسة يعني فيهم نسبة من زاوي اللي احتاجات الخاصة كويس طبعا يكون موجودين ومشاركين معنا بالتأكيد ومشاركين كلنا مع بعض وإحنا كلنا واحد إحنا أو هم لكن في النهاية في عدد كويس موجود في المدرجات دي خطوة كويسة وخطوة كبيرة وخطوة واسعة كمان يعني مهمة أو إن احنا نبني عليه مهمة أو إن احنا نستغل له في الفترة اللي جاء سواء كانت في البطولة المحلية الدوري أو الكاس وكمان في أفراقيا يعني في أفراقيا يبقى العدد أكبر بكتير مشروع لايحة النظام الأساسي للنادي الأهلي عايزة أقول لكم إن فيه أكتر من 450 اقتراح موجود في الوقت الحالي كل أعضاء الجماعة الأممية للنادي الأهلي قدموا اقتراحتكم الموضوع مفتوح للمناقشة يعني لحد يوم تسعة تسعة يعني قدموا اقتراحتكم تساؤلاتكم استفساراتكم يعني موجود أكتر من 450 يعني اقتراح بيتناقش بالتأكيد عن مجلس إداره وسيقوا تماما إن الموضوع طالما يخص الجماعة الأممية للنادي الأهلي والنادي الأهلي فبالتأكيد الصالح هو اللي هيحصل الصالح للنادي والصالح للجماعة الأممية هو اللي هيحصل لكن إنتوا كمان ابدوا رأيكم واقتراحتكم ومنقشتكم والخبر اللي أنا أقوله إن فيه أكتر من 450 واحد تقدموا باقتراحات جديدة هيتم طبعا يعني منقشتها والوصول لأفضل صيغة وأفضل بنود عشان النادي الأهلي الأهلي هيبقى بعد المباراة في راحة 72 ساعة وإعفاء أربع لعبين من مران المستبعدين اللي هما يعني كانوا أساسا متعورين أو مش موجودين في الفترة اللي فاتت اللي هو الشريف حسام عشور والشريف إكرام مش موجود النهاردة وسعد سمير وعلي معلول راحة من تدريبات مجموعة لعبين الغيابين عن مباراة الانتاج الحربي كانوا النهاردة مش موجودين أصلا يعني هما الراجل مريحهم سواء كانوا حسام عشور والشريف إكرام وسعد سمير وعلي معلول دول راحة من تدريبات المستبعدين اللي هما كانوا موجودين النهاردة اللي هما خارج المعسكر كريم فاضل كريم مرة تاني كل الشكر ليك كابتن سيد عبد الحفيز والشكر موصول أيضا للنجوم الستوديو التحليلي كابتن ماهر همام كابتن طرق العشري وكابتني أيضا لكابتن أسام حسني وكالعادة إن شاء الله النهاردة بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي أحد جولات الدوري العام الجولة الخمسة الأهلي والانتاج الحربي على استاد السلام في الساعة التساع مساء إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق كعدتوا في مباريات الدوري مباريات البطولة الأفريقية النادي الأهلي خلال الفترة الماضية بيحقق نتائج أكثر من رائعة رجم الغيابات والإجهاد الشديد اللي بيقابل فريق إلى النادي الأهلي قلنا قبل كده وذكرنا أكثر من مرة الغيابات بتأثر بشكل كبير على لعبين بنفقد عدد من اللعبين وبالفعل كل مباراة بيكون في لاعب أو اثنين بنفقدهم سواء للإجهاد أو للإصابة لكن زي ما بنقول وجمهور النادي الأهلي كما يقول الأهلي بمنحضر النهاردة إن شاء الله كل المتوجد فيه قائمة النادي الأهلي يكون كالعادة على قدر المسؤولية نحقق النهاردة نقاط المباراة والأداء طبعا إن شاء الله يكون موفق مع مستر باترس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي اللي غير محظوظ شوية خلال المباراة الماضية العدد الكبير اللي بيفقده مستر باترس بيأثر بشكل كبير جدا على التكتك اللي بيكون في التدريبات بيحاول أن هو ينفزه لكن زي ما بنقول النهاردة بإذن الله كل لعب متوجد فيه القائمة إن شاء الله يبذل كل ما في وسعه إن شاء الله لتحقيق الهدف ورفعة عشان النادي الأهلي وتحقيق ثلاث نقاط في بطولة الدور العام لو بنتكلم على القائمة النهاردة يمكن قائمة النادي الأهلي اللي تم اختيارها عقب مران الأمس على ملعب مختار التش عشرين لاعد في قائمة مباراة اليوم الأهلي والإنتاج الحربي الشناوي وعلي لطفي كريم ندبد محمد هاني أيمن أشرف وليد أزارو ميدو جابر أحمد فتحي هشام محمد أحمد علاء نصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد حمودي سليف كلبالي مروان محسن مؤمن زكريا محمد نجيب إسلام محارب ومحمد شريف وصلاح محسن عشرين لاعب في قائمة فريقة للنادي الأهلي اليوم لكن بيخرج من القائمة عدد كبير جدا للإصابة وللرؤية الفنية وعناصر مؤثرة جدا يمكن عارفين زي ما بنقول إن كل لاعب بيكون جاهز في التدريبات تم بياخد فرصة بيأدي وبيظر بالشكل الرائع لكن الأسماء اللي هنقولها مؤثريين بشكل كبير جدا فيه النادي الأهلي وفيه تشكيلة النادي الأهلي النهاردة بيغيب بسعد سمير وعمر السلية وعلي معلول ووليد سليمان وحسام عشور وأيضا كمان شريف إكرامي عدد كبير من اللعيبة لعبين يمكن بيحققه ونتائج متميزة أداء أكثر من رائع لو بذكر بالذكر وبحدد كمان عمر السلية اللي هغيب لمدة أربع أسابيع العضلة الضمة اللي اشتكى منها خلال المباراة الماضية لها تأثير كبير على عمر السلية نظرا للمجهود الكبير اللي بيفزله عمر خلال المباراة الماضية حسام عشور والكادمة القوية اللي اتعرض فيها في المباراة الأخيرة فيها الظهر يمكن الجهاز الفني فضل أن هو يريح حسام عشور سعد سمير بيشتكي بشكل كبير جدا من الإجاد علي معلول أيضا شريف إكرامي تغيب خلال تدريبين الأخرى على ملعب مختارة التشفة بالتأكيد خارج حسابات الجهاز الفني كان عنده بعض الظروف الأسرية بالتنسيق مع الجهاز الفني والكابتن محمد يوسف القائم بعمال مدير الكرة لكن زي ما بنقولها كابتن سيد الأمور إن شاء الله تكون في مصلحة النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله تكون قاتل مباراة من نصيب النادي الأهلي بجانب كمان اللعيبة اللي خرجت بر القائمة وابرة اللعيبة اللي خرجت خارج القائمة عدد كمان بينضملهم محمود الجزار وصبر الرحيل وأحمد حمدي وباسم علي وأحمد ياسر ريان وأحمد الشيخ عدد كبير جدا خارج القائمة وخارج الروع الفني لمستر باترس كارتيرون لكن زي ما بنقول خلاص الأمور كلها غلقت بعد المرانة الأخير ووضع التكتيج ووضع التشكيل ولا بذكر سريعا التدريب الأخير لفريق النادي الأهلي اللي مستر باترس كان مركز فيه على العرضيات إنهاء الهجمات التمركز كمان لخط الدفاع زي ما تابعنا في المباراة الماضية كان فيه بعض التمركز الخاطئ لخط الدفاع وأيضا اهضار الفرص الكبيرة جدا لمهاجم النادي الأهلي كان فيه تركيز في مرانة الأمس على هذه المرحلة وعلى هذه النقطة وإن شاء الله بإذن الله تكون النهاردة المباراة من نصيب النادي الأهلي طاقم التحكيم إن شاء الله نهاردة يكون موفق حق فريق النادي الأهلي يخدو وأيضا كمان حق فريق الانتاج الحربي يخدو الانتاج الحربي لديه مدير فني رائع ومميز جدا لكابتن مختار مختار كعادة المباريات بيكون تكتيكية على أعلى مستوى بيكون فيها جومة كبيرة جدا داخل الملعب بنتمنى النهاردة ميستر باتريس كارتيرون والكابتن مختاري أدلنا مباراة مميزة بإذن الله في الملعب استاد السلام في الساعة التاسعة وكالعادة أكيد بنتمنى التوفيق لنادينا ندينا العظيم النادي الأهلي أكيد مستمرين معاك كابتن سيد كل نجوم للسيط التحليلي كل مشاهدة من طبيعي قناة الأهلي في كل مكان وأجواء وكواليس مباراة الأهلي والانتاج الحربي على استاد السلام في الساعة التاسعة شكرا كريم متشكر جدا على التخطية وان شاء رحمي المتواصلين معك عشان نعرف كمال الأجواء والتشكيلة بتاعة الأهلي والانتاج الحربي رامي ربيعة وأجييه ووليد سليمان يعني طبعا التلاتة كانوا غيبين المباراة اللي فاتت وأجييه ورامي ربيعة بقالوا فترة طبعا والاتنين وهيغيبوا أكتر وهم لحد يناير مش هبوا مجدين مع التيم لحد يناير رمي ربيعة واجهية الاتنين خارج القيمة راجعين من إصابات كبيرة يعني رمي ربيعة ألف سلامة إن شاء الرحمن يرجع أحسن وأحسن ومش مشكلة تقعد 8 شهور 9 شهور 10 شهور رمي مش مشكلة خالص المهم لما ترجع إن شاء الرحمن ما ترجع لكش الأصابة مرة تانية أنت لسه صغير موليد 94 أو 93 رمي أنت بتكلم في 25 سنة ودامك مستقبل كبير جدا وإنت كمان عقلية كويسة جدا إن شاء الرحمن في اللي جايب بالنسبة لك أحسن فمش مشكلة تقعد 7 شهور 8 شهور 9 شهور مش قضية خالص يعني جزء من العمر مش كل العمر جزء من عمرك لكن مش كل عمرك فاللي جايب إذن الله أحسن لك يعني أجا إيه يعني عدت لوقتي حوالي أكتر من شهر وشوية على إصابته فاضل أدهم أو أكتر سنة برضو مش دي القضية مش مشكلة ترجع بالسلام إن شاء الله لكن وليد سليمان ما عندهش حاجة راجل كان موجود بس النهاردة مع تدريبة المستبعدين اللي هو كانت بتشارك على أستاذ مختار تيتش واللي فضل كارترون إن هو يريح مجموعة من اللعيبة زي علي معلول وزي سعد سمير وزي شديف إكرام وزي كمان حسام عشور طيب الإنتاج والأهلي عنوان لمباراة مسيرة الأهلي والإنتاج عنوان لمباراة مسيرة كلها أحداثها بتبقى يعني مسيرة جدا في بدايتها حتى في آخر اللقاء فلازم تنتظر حتى صفارة الحكم لحد صفارة الحكم دي كواليس المعسكر اللي موجود والمعتاد معنا فما يعني مش هتلاقي في كواليس المعسكر بتاع الأهلي جديد يعني أنت دايما بتعسكر لفرقة كورة يعني أنت لا رايح تعمل شهر عسل ولا رايح تعمل يعني تتفسح بشكل كبير إيه العملية يكون فيها نظام كويس فيها نظافة كويسة فيها مكان ترتح له فيها مكان قريب من قلبك معسكر كورة معسكر لفرقة كورة يعني تناسب الأجواء أو الأهداف اللي أنت رايح لها المناخ اللي حواليك الأحداث اللي حواليك الظروف اللي حواليك تخليك دايما متعايش مع اللقاء مركز في اللقاء مش تبقى خارج برا اللقاء وعايس ترجع نفسك في يوم اللقاء فده بيبقى صعب شوي فعشان كده بقول لكم الأجواء لازم تكون مناسبة للمعسكر أو للمباراة اللي أنت رايح لها طيب السنة اللي فاتت المباراة اللي لم تخني الزاكرة كانت في المباراة في شهر 11 ومباراة التانية كانت في شهر 3 تقريبا أو شهر 2 يعني أحداثهم كانت قريبة الأهلي بيتقدم بـ 16-11 و24-2 تمام كده زي الفل فرق العدد شكرين جدا على الهواء 16-11 دي كانت أول مباراة بعد النهاية لأفريق اللي كان مع الوداد المغربي ودي كانت أول مباراة أو مواجهة في البطولة المحلية مع الانتاج الحربي تقدم وليد أزارو تقريبا في الديئة 14-A تقريبا يعني وتعادل الانتاج الحربي وبعدين وليد أزارو بيديف الهدف في الديئة 77 الدور التاني تقدم لأحمد حمودي في الديئة 10 لأهداف معاه نهايات وداد الهدف التاني تقدم أحمد حمودي في الديئة 10 وتعادل خلد أمر في الديئة 13 وبعدين أجيه في الديئة 77 بص على الشاشة كده هتبص تلاقي نفسك الديئة 77 هي صدفة طبعا يعني ما فيش ربط في حاجة معينة يعني لكن انا اقصد او المعنى اللي عايز اوصله ان انت المباراة اللي زي كده ديها بالضبط اهو يعني داخل في الديها 76 وكم سانية ديها 77 طالما اريح عديت الديها 76 يبقى انت داخل في الديها بتتكلم على 77 وليد ازار اربط المباراة تانية او الدور التاني بوص برضو تقريبا نفس السواني كمان غريبة جدا ربط عجيب غريب يعني مش بقول كده ان هو يعني حاجة مقدسة يعني لكن انا بقولك ان المباراة اللي زي كده ممكن تلاقي نفسك لحد الديها 90 كمان من سنتين وصل الموضوع لديها 96 بهدف عماد متعب الشهير جدا لحد الديها 96 برضو مع الانتاج الحربي ده ربط ما بين اجيب وليد ازارو في نفس السواني ده طبعا دي الاعادة خلاص الجول كان تم احتسابه خلاص يعني فاللقطتين في وقت واحد وده يبين لك ان المباراة بتقدي ايه بتبقى مسيرة وقدي ايه بتبقى صعبة فعشان كده علينا ان ننتظر علينا ان ننتظر عمر السلية اللي هيفتقده النادي الاهلي كتير النهاردة النهاردة كارترون هيلعب 4-2-3-1 هل يتم الدفع بوليد ازارو مع صلاح محسن من البداية ولا يبقى صلاح محسن ورقة ربحة زي مباراة كامبالا ده اللي هنستعرضه مع نجومنا الكبار فالاهلي في المباراتين بيسجل في اول ربع ساعة سجل في مباراة الدور الاول عن طريق وليد ازارو وسجل في الدور التاني عن طريق احمد حمودي طبعا الاجواء زي ما بقولها لحضراتكم بننقلهلكوا على طول من المعسكر خلاص هم راحين دلوقتي يعني خلصت المحاضرة وراحين الوتوبيس خلاص يعني على طول فالكواليس دي مش هتلاقي عندنا احنا غير عندنا احنا يعني مش هتلاقي في اي مكان غير عندنا احنا بس ناصر ماهر يعني ان شاء الله يبقى له دور كويس النهاردة في اللقاء بإذن الله ويبقى حاجة كويسة ويعمل حاجة كويسة ان شاء الله رحمن توصل بالاهلي او مع زملائه ان هو يبقى يوصله للنقطة 13 ده سليف كلوبالي يعني مكسب كبير جدا 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 محمد نجيب النهاردة بعد خروج سعد سمير اكيد هيبقى له هو دور مع كلوبالي النهاردة مع ايمن اشرف ايمن اشرف هو الوحيد اللي موجود في الناحية الشمال علي معلول في راحة سبر رحيل بقى له فترة غايب فالحلول الداخلية لقدر الله لقدر الله لو في حاجة حصلت ده احمد علاء وفد جديد لعيب كويس على فكرة احمد علاء اللي جاي من الداخلية بس اللعبة في الاهلي مش سهل مش بسيط وكونك ان انت تلعب في الاهلي مش معنى كده ان انت وصلت الاستمرارية هي الاهم مش معنى ان انت تلعب في الاهلي مباراة وحتى لو اجدت فيها او تميزت فيها مش معنى كده ان انت خلاص وصلت الهدفك لاندمان مع احمد فتحي المجموعة ككل يعني مش معنى كين انت وصلت هدفك لا عايز تلعب في الاهلي ده حكاية طويلة جدا 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 لازم تقعد وتسأل وتستفسر وتتعلم وتشوف حاجة من لعب اكبار وناس مارسة اللعبة وناس لعبت في الاهلي وشوف انطباحهم ايه لو انت عايز تستمر لو عايز طريقك وهدفك يتحقق مش عايب ابدا مش عايب ان انت تدور في الماضي او تفتش في الماضي عشان تستفاد انت لان كله هيعود بالفايدة عليك لا فيش نادي بيخسر لاعب غير مرحلة معينة لكن اللاعب هو اللي بيخسر نادي طول عمره يعني لو جيت لو انت جيت كده خدتها كلمة النادي ممكن يخسر لاعب لفترة معينة لكن اللاعب هو اللي بيخسر نادي طول عمره ممكن يتأثر النادي بلاعب لفترة معينة اسبوعين شهر شهرين تلاتة دي الأندية الكبيرة ممكن تخسر لاعب شهرين تلاتة أربعة لكن اللاعب هو اللي بيخسر النادي طول عمره عشان كده عشان كده لازم دايما في حياتك في حياتك تبقى واخد نظام وسيستم انت ماشي عليه هيساعدك مستقبلا هيدلك على طريقك الصح عارف الدليل بتاعك خليه دايما من الناس اللي انت تصق فيها واللي انا قلتها من يومين تلاتة ان القدوة بتاعتك القدوة بتاعتك اللي دايما تدي لك النصيحة مجردة لا فيها اهداف ولا فيها محسوبية ولا فيها تطلعات من اي اتجاه انت مع النادي بتاعك بتكلم على النادي الشعبية الاهلي او الزمالك او الاسماعيل او اي نادي كبير خليك مع النادي في طريق النادي وهو هتعمل نفسك نجم على نادي ابدا سيب النادي اتعامل معاك ان انت نجم هيقدرك كويس وتعمل معاك كويس وتعمل معاك بشكل هايل جدا لكن انت تعمل نفسك نجم على النادي اعتقد الميزان بيختلف فينا وهيبتبع هنا المشكلة مفيش نجم يعمل نفسه نجم على النادي لكن النادي يتعامل مع اللاعب انه هو نجم بسيطة جدا هبسطها لك يوم حلو ان شاء الله يوم جميل باذن الله يوم نصر باذن الله يوم فوز للاهلي ان شاء الرحمن في مباراته مع الانتاج الحربي كل اللي عرفه واللي حفظه واللي فاهمه واللي شفناه واللي تعلمناه انها مباراة فيها اهداف وليه لقى وهي شاهدت في الخمس ست سنين اللي فاتوا كلها اهداف تتأخر شوية تصبر شوية لكن في النهاية النتيجة بتحصل ضربات السابتة كان فيها تمرين النهاردة عن طريق كابتن سامي امصان مدرب مساعد الكارتيرون حفظ اللعيبة كتير جدا جدا من الضربات السابتة ومع انجمنا في التحليل كابتن ماهر همام كابتن طارق العشري كابتن اسامة حسني هنتكلم في الموضوع ده وهيبقى معنا صور للانتاج الحربي اللي احرز هدفين من مجموعة من اهدافه او نسبة من اهدافه اللي احرزها السلادي عن طريق القراط السابتة فاصل ومكملين معاكم مباراة مهمة جدا في الاسبوع الخامس ما بين الاهلي والانتاج الحربي على استاد السلام ملعب الناديين ملعب الاهلي والانتاج الحربي في نفس الوقت موسيقى اشتركوا في القناة 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 وعدنا يا رب العشار حجيتك كبت المانج جمّر مرة؟ مرة واحدة وثلاث عمرات ثلاث عمرات؟ يعني أنا ماشي بأس ماشي على النهج مالها دي؟ بل حوالي عشرين سنة عشرين سنة؟ لكن العمرات مريبة من سلاتين كده ترتب حسين دي التانية كبتر تانية رب العشار الحمدلله عملت عمرات بس لسه الحج يعني ربنا ما اكتب لش الحج في تمنى ان شاء الله السنة جاء كده ربنا يرزونا كده يا رب ان شاء الله أنا مرة واحدة برضو بس 12 سنة خدت اللقب يعني الحج ده بيقلي اللي بيروح الحج يا كب سيد قلبه بيتعلق بيبعوز الحج بكل سنة يعني سبحان الله حاجة غريبة جدا يعني المناسك اللي انت بتقديها بتشاف اللي طبعا الاندفاع الكبير جدا تواجد كل الناس فانت قلبك بيتعلق ان كل سنة عاوز ربنا يوعد كل من يشتاق لرؤية النبع السلام والحرم المكي والحرم النبوية رب بإذن الله يوعد كل واحد بإذن الله ان شاء الله الرحمن السنة الجاية أو حتى على سبيل العمر بإذن الله كابتن ماهر تكلمني في نص دية كده أو دية زي ما حالك عايز على المباراة ونسمع كابتن طارق وكابتن اسامة وبعدين نتكلم في التفاصل بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة طبعا الاهلي في المركز الثاني يقابل الانتاج اللي هو في المركز السادس لو كلمنا على الشخصيتين الاهلي وشخصية الانتاج النهاردة نبدأ طبعا بشخصية النادي الاهلي النادي الاهلي طبعا بطل القرن النادي البطولات البطولة المحببة بالنسبة له الدوري العام النادي الاهلي يمكن لعب أربع مباريات فاز في ثلاثة ويتعادل في المباراة له من الأهداف ستة وعليه هدف ولوه من نقاط عشر يعني بينافس مع الزمالك على قمة الجدول إن شاء الله نتمنى طبعا التوفير للنادي الاهلي مباراة صعبة مباراة للفرقتين مباراة بين الاثنين مدربين شايفين بعض بشكل كبير جدا يهم النادي الاهلي اعداده الزهني واعداده النفسي انه هو يقدر يسيطر على محتويات المباراة بطريقة اللعب المحتادة النادي الاهلي بيلاعب بها أربعة اتنين ثلاثة واحد ومشتقة تبقى كبساد الدفاعية والهجومية وإزاي النهاردة يقدر في التسعين دي انه هو يقدر يتفوق على الانتاج الحربي المنظم خلال المباراة السابقة مع جهازه الفني بيقدر كابت المختار كابت المختار ابن من ابناء النادي الاهلي بيعتبر من أكفى المدربين او عنده دراية بشكل كبير جدا في الدور الممتاز يمكن بيشارك طارق من ضمن المدربين اللي احنا سقطنا فيهم كبيرة جدا كابت المختار شخصيته واضحة ابن من ابناء النادي الاهلي يهمه النهاردة انه هو يعني يعمل شكل واداء مع النادي الاهلي بشكل جيد ثقة مجلس الادارة الانتاج الحربي النهاردة بيعطيها لكابت المختار والسنة التانية على التوالي وقالنا يا كابتن سيد ان الفرق اللي فيها جهاز فني سابت داروي سنة و سنتين هو اللي بيؤدي شكل واداء فني و تكتيكة على اعلى مستوى ويمكن ندل الانتاج الحربي من هذه الانديكابت المختار من المدربين الاسكية اللي بيعرف يتعامل مع الفرق الكبيرة اذا كان الاهلي او الزمالك ازاي بيعرف يتعامل معها فنيا وبدانيا و تكتيكيا النهاردة المباراة التسعين دي كل مدرب من الاتنين يهموا جدا يكسب اللقاء طبعا هنتكلم على فنيات وعلى طرق اللعب خلال الفترة مجاية ان شاء الله فضلك الطالب شوف طبعا يعني انا دائما و ابدا مباراة الاهلي مع الكابت المختار خاصة لان الامانة الكابت المختار اضاف لفرقة الانتاج الشخصية من السنة اللي فاتت للموسم الحالي حتى البدايات الاربع مباراة اللي بدأها ادى مباراة جيدة جدا جدا حتى كلها نتاج ايجابي فريق منظم فريق ابتدى يتعمل له حساب دي شخصية داخل البلعد وكان الانتاج في السابق ما كانش بنفس هذه الشخصية او الكاينونة كابت المختار اضاف ليه التنظيم ده ولذلك كل الفرق اللي بتلعبها بيعمل له حساب لفريق الانتاج حالي مباراة النادي الاهلي ومباراة الانتاج نظرا طبعا لتقارب كابتن مختار من النادي الاهلي قربه احد ابنائه شخصيته هو كمدرب بتام مباراة صعبة ويمكن انا يمكن نتاج الموسم اللي فات اكبر دليل على صعوبة المواجهات المباشرة بين الانتاج وبين النادي الاهلي فالنهار ده المباراةvinا في الشق طبعا مباراة في الملعب وخارج الملعب بين الاثنين المدير فنيين الاثنين طبعا في الشق كل واحد بيبحث عن الثالث نقاط وهدي بتليجي من متعة المباراة النادي الاهلي بيبحث تعزيز القيمة بتعته النادي الانتاج عاوز يواصل المشوار لحيفرأ فيها الرطوش التفاصيل الصغيرة اللي هتبقى تقدر تدي تفوق لكل فريق لكن انا متصور ان هي هكون مباراة ممتعة بصفتي يعني كمدرب احب اتفرج على شخصية الفرقيتين داخل الملعب تكتيكيا داخل الملعب اتزاما انضباطا ويمكن دي دايما وسمات الفرق دايما اللي بتلعب امام النادك انت كمدرب او مدربين بشكل عام انت استمتع باللقاء انت مش طرف في الموضوع اساسا يعني فرق بتلعب فرق بس انا مدرب تكتيكيا داخل الملعب لان بيحس ان الفرقيتين بيقدموا لك وجبة دسمة خطاطيا داخل الملعب مهريا اندفاع بدني فيه التزام انضباط تكتيكي داخل الملعب اللي اضافة طبعا لإحراز الاهداف خاصة من الجمل اللي انت بيكون ممرن عليه من الوحدة الادريبية اللي انت بيكون ممرن وبعدين في الاخر تأدي الى نجاح انت بيكون سعيد انت كمدرب بتتعلم يعني احنا كابت المهري يقول لك حتى اسامة في كل الدراسات الخدمة احسن مدرب تستفد منه المباراة احسن مدرب تشوف ادي انك تتفرج على المباريات وتستفيد لان انت بتتفرج بين اتنين مدربين كل واحد بفلسفة كل واحد بيحاول كل واحد بيطبق فلسفته دماغه والكلام ده بيتم الحوار ده طول التسعين دقيقة من اللي بيتفوق على التاني دي الحاجات الصغير اللي بتفرق بين الاتنين اللي بيديها ده موهيب ربنا سبحانه وتعالى بيديه ده وده والادوات اللي بيستعملها داخل الملع فانا متصور ان مباراة الانتاج النهاردة من المطبط الصعبة اللي هيقبلها النادي الاهلي نظرا لدراية الكابت المختار باسلوب النادي الاهلي من مباريات السابقة للانتاج امام النادي الاهلي من الموقف السنة دي خاصة البدايات الجيدة للانتاج والاهلي بيششك طبعا يعني هاده ضريبة النادي الاهلي بيدور على تلات نقاط فطبعا دي بتقدي صعوبتها لان كل الفرق خاصة النهاردة انا متصور ان الكابت المختار حيبا فيه التزام تام داخل الملعب مفيش فاعد حلق الخطوط مفيش يعني المساحات اللي بيحب فيها النادي الاهلي يلعب فيها من المفتوح فالنهاردة يعني لا الاهلي النهاردة في مهمة صعبة نتمنى ان شاء الله النهاردة طبعا طبعا مفيش شك طبعا طوفينا النادي الاهلي ونتمنى ان نكون الوجبة دسمة احنا نستفيد بيها والجامهير يستفيدوا بيها وفي الاخر تبقى تطلع مباراة الكل يستفيد بيها ان شاء الله دايما مباراة يعني بالارقام عندي هنا الاهلي والانتاج الحربي دايما الغلبة للنادي الاهلي 13 مباراة النادي الاهلي فاز في 10 مباراة والتعادل في 3 مباراة ده بالارقام على تاريخ مدار الانتاج الحربي والاهلي في مباراة لكن صعوبة اللي كان النهاردة هو وجود مدير فني كوفر كابتون مختار مختار بيعرف يدير المباراة اسلوب كابتون مختار مختار اسلوب هجومي محب الكرة الهجومية لكن الاسلوب ده هيختلف النهاردة امام الاهلي مباراة الكابتون مختار اسناء الفرق اللي تولها قبل كده سواء كانت بترجيت سواء امبي حتى الانتاج الحربي حوالي 22 مباراة امام مديرين فنيين كانت عندوكوا الاحصائيات دي مبارح في ملعب الاهلي مختلفين سواء كان مانويل جوزي كان سواء مونفرير كان سواء حسام البادري مدربين مختلفين كابتون فاتح مبروك مارتين يول لكن الكابتون مختار بيعرف يتعامل مع المباراة وخرج برضو بنقاط قبل كده قصاد الناد الاهلي طبعا الغلبة لناد الاهلي في التاريخ قبل كده لكن هو بيقدر ممكن فاس في عدد مباريات قدر يخرج من بونت من مباراة الناد الاهلي فهو بيقدر يتعامل مع المباراة الكبير شكل انتاج الحرب السنة دي شكله مختلف عن كل سنة كان دايما بداية وحش لكن الاستقرار الفني يحصل طبعا لمجلس الإدارة أنه أصرع كابتون مختار وجوده في الموسم ده تفداله استقرار فني حتى الرؤية الفنية لكابتون مختار عينية بيقدر ينطقي وده مهم جدا في الانتقاء اللاعبين هو لأ عينية حلوة جدا برغم الانتاج ما بيصرفش مبلغ كبيرة ويجيب صفقات عالية جدا لكن لو بيدعم بصفقات ناشئين وعندنا برضو فيه لعيب غنام محمد خد مصطفى الجمل من 97 وكنت توليت من نادي الاهلي 97 قبل كده فهو خد اللاعبة دي من نادي الاهلي قدر يوظفها بشكل جاي جدا ويقدر يستفيد منها قدر يستنادي برضو يجب محمد رجب عنده وليام عنده جيم ستيري فعنده مفاتيح لعب مهمة جدا ساعده ساعده طبعا طبعا النهاردة فيه في النادي الاهلي غيابات مؤسرة جدا ومفاتيح لعب كبيرة كان بيعتمد عليها الكارترون خلال المبارات اللي فاتت زي علي معلول النهاردة مش هيكون موجود وده مفتاح لعب كبير جدا للنادي الاهلي من ناحية الشمال فيه طبعا وغياب وليد سليمان عندنا محور الارتكاس في نص الملعب اللي بيدي القوة للنادي الاهلي في السيطرة في الاستحواز في الضغط السنائي اللي لما بيكونوا موجودين بيفرقوا جامد جدا مع النادي الاهلي هو أحصام عشور والسولية النهاردة اللي اتنين غايبيا فهنشوف لسه تشكيل مش عندين لكن قبل التشكيل ما ييجي أتمنى النهاردة وجود أحمد فتحي كلاعب خط وسط النهاردة ويلعب محمد هاني أحمد فتحي مكان عمر السلية عمر السلية وتتلعب بيشان محمد أو أكرم توفيق جنب أحمد فتحي وجود أحمد فتحي مهم جدا النهاردة في نص الملعب النهاردة كابت المختار على ما اعتقد ممكن يلعب بتلاته في نص الملعب لو قدرت تسيطر عن نص الملعب هيكون لك الملك إن شاء الله النهاردة انك تحرز أهداف وتسيطر عن وراء من بدا فهو ده الشكل لسا احنا مادناش التشكيل عشان نقدر نتكلم بس أتمنى ان يكون هي دي الخطوة الموجودة إن شاء الله طيب التشكيل على واشك خلاص ما تقلقاش يعني لكن هي مبارات الأهلي والإنتاج الحال ومع الأهلي ما تقولش لحد أبقى أقول لي النتيجة أقعد استنى لحد آخر ثانية لآخر لحظة استنى من الأهلي مش من الفرق اللي تقوله يعني أبقى أقول لي النتيجة لأ شوف بعينيك أحسن لك نشوف تقرير على اللقاء ونرجع تاني مع كابتن ماهر وكابتن طارق وكابتن نسان كاترون مقتنع تماما بربعة اتنين تلاتة واحد ما بيغيرهاش مهما كانت الظروف ومهما كانت الأسباب ومهما كانت اللعيبة بتاعته قناعته الشخصية بالطريقة عشان كده بيحافظ على طريقته ومن خلال التشكيلة اللي أقولها لحضراتكم الشناوي في حراس المرمى أحمد فتحي باك رايت وكمان كلبالي ومحمد نجيب أيمن أشرف هشام محمد وأكرم توفيق اللي اتنين بيبدأوا في نص الملعب وعلي منهم أحمد حمودي وناصر ماهر وإسلام محارب ووليد أزارو يبقى دي تشكيلة الأهلي النهاردة الشناوي أحمد فتحي سليف كلبالي ومحمد نجيب أيمن أشرف هشام محمد أكرم توفيق ناصر ماهر وإسلام محارب وأحمد حمودي ووليد أزارو يبقى دي تشكيلة الأهلي كابتن ماهر كابتن طارق كابتن أسامة كريم الملعب معنا كريم الملعب فضل كريم كابتن سيد كل الشكر لكم التحية موصولة أيضا لنجومنا الكبار في الاستوديو التحليلي زي ما قلنا طبعا مباراة الأهلي والإنتاج الحربي هنا في استادل السلام في الساعة التسعة مساء حضور جماهيري حتى هذه اللحظة كنا بنعمل يكون الخمس تلاف مشجع متواجدين كعادة جمهور للنادي الأهلي لكن عدد قليل شوية بيحضر مدرجات استادل السلام لمؤزة فريقة للنادي الأهلي يمكن هي مرحلة أولى في دخول الجمهور بنتمنى المباراة القادمة ومع تولي المباراة إن شاء الله يكون مدرجات النادي الأهلي مليئة كعادة جمهور النادي الأهلي لو بسكر معاك تشكيل سريعا كابتن سيد حراسة المرمى الشناوي خط الظهر من الليميل الشمال أحمد فتحي محمد نجيب سليف كلبالي وأيمن أشرف في المنتصف هشام محمد وأكرم توفيق على الأطراف إسلام محارب وأحمد حمودي وفي خط لجوم الناصر ماهر وليد أزارو بالنسبة لدكة البودلاء الخاصة بفريق النادي الأهلي علي لطفي مؤمن زكريا مروان محسن ميدو جابر محمد هاني صلاح محسن وكريم ندبد وصل بالفعل بفريق النادي الأهلي وأيضا كمان فريق الانتاج الحربي كما هو متعارف قبل طبعا انطلاق المباراة بأكثر من ساعة يمكن مستر مايكي الاندمان مستر باتريس على طول بينزلون وهم يعينوا أردية الملعب عايزين نلفت النظر بس أن أردية الملعب بالنسبة لستاذ السلام بتبقى الأمور صعبة شوية بالنسبة للنادي الأهلي النادي الأهلي بيحاول أنه كالعادة يكون في رش لأجزاء الملعب كتسهل طبعا بعض الجمل لكن الحقيقة يمكن من خلال المباراة اللي احنا شفناها الأخير على استاذ السلام كان بتعوج بشكل كبير فريق النادي الأهلي الملعب عليه عدد كبير جدا من المباريات بنتمنى النهاردة إن شاء الله تكون أردية الملعب يعني مجهزة بإذن الله تكون في صالح للنادي الأهلي ثلاث نقاط همين جدا في مشوار النادي الأهلي في الحفاظ على لقب طولة الدور العام وأيضا كمان في استمرار سلسلة الانتصارات القوية لفريق النادي الأهلي زي ما أنت عارف يا كابتن سيد عدد كبير بيغيب من فريق النادي الأهلي على رأسهم احنا تكلمنا عليه أكيد بيأثر بشكل كبير وده اللي احنا بنشوفه في الملعب بنفقد عدد الاثنين وثلاثة من اللعبين بنتمنى النهاردة إن شاء الله تكون مباراة جيدة طليق بإسم النادي الأهلي ويستمر النادي الأهلي في الانتصارات الرائعة عود إليك كابتن سيد وأكيد مستمرين معك عقب انتهاء المباراة بإذن الله شكرا شكرا كريم وعايزين كمان تشكيلة الانتاج لو سمحتوا يا رجالة إن شاء الله رحمن أنت تبقى معنا بعد شوية كابتن ماير من خلال التشكيلة عايز تقول حاجة في التشكيلة قبل ما أروح لسؤال أعتقد أنهم يمكن يبقى مهم جدا في مواجهة الانتاج طبعا التغيرات الكثيرة التي تحصل من خلال التدوير لجهاد الإصابات الواضحة على العدد النادي الأهلي لكننا سنكون قبل الهواء كابتن سيد مع كابتن طارق وكابتن أسانا إن الموضوع سبات التشكيل مهم جدا للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاي سبات التشكيل ده بيدي لها كل حاجة ممكن تتخيلها التجانس بدني فني تكتيكي الجمل التكتيكي اللعبة بتحفظها مهم جدا في المباراة اللي بالشكلة ده يبقى فيه سبات للتشكيل عشان الحاجات دي تبدأ تبقى من خلال التسعين دي يقدر المدر الفني يحط إيده عليها لكن طبعا لعبة النادي الأهلي كلهم قريبين من بعض مش عايزين نقول من أساسي من احتياطي لكن النهاردة طبعا محمد نجيب يمكن بيكمل مشوار سعد سمير أيمن أشف بيكمل مشوار يمكن معلول هنا المشكلة بس يمكن في نص الملعب كابتساده تكلمنا على الخبرات تكلمنا على السلية أنه خبرة كبيرة جدا في نص الملعب فرقة مع النادي الأهلي في خلال الفتر اللي فاتت الإصابة طبعا بعدته النادي الأهلي موجود في الخبرات اللي بالشكل ده بيأثر تأثير كبير جدا على شكل وآداء نتيجة المباراة حمودي احنا شفنا يمكن خلال الفتر اللي فاتت يمكن ما بيكملش تسعين ديها موضوع الإصابات برضا يمكن بتنور حمودي بشكل جايب بتحرمه منه يكمل المشوار يمكن نص المهار على فترات بنشوفه بيشارك وبعدين بيبقى التغييرة أو التغييرة النهاردة بيبدأ إسلام محارب من بداية المباراة أظهروا طبعا يمكن المهاجم الأساسي اللي بيعتمد عليه بشكل كبير جدا في معظم إحراز الأهداف حتى في خلق المساحات اللي بتساعد زمال اللي بيجوا من تحت يقدروا يوصلوا لمرمى الخص طايم سألك على كرات السابتة بس أخذ رأيي كابتن مختار كابتن طارق في نقطة مهمة عدم وجود كابتن مختار داخل الملعب ما تعرفنا مطرود ومطش اللي فات مطرود همشفها هو في المدرجات بتفرق بنسبة ولا الأمر بالنسبة لك يعني انت اشتغلتش انت اطررت كم مرة نتفرق طبعا الحمد هو لمره لا مرة مرة بتفرق بنسبة كابتن ولا الأمر بتفرق كتير جدا طبعا يعني القرارات والأوردر اللي انت بتدير لعبين داخل الملعب والعيبة بتحس لان انت عارف المدرب بيعايش بكهانه صحيح يعني اكينه لعيب رقم 12 داخل الملعب فطبعا اللعب بيحس بيه بشكل ما في الشك فكل ما يكون قريب أحسن في الأوامر اللي بيديها داخل الملعب لان تدخلاته مهمة جدا في توقيتات محتاجة فيها تدخلات المدير الفني فطبعا كل نهاردة كابتن مختار في الشك طبعا يعني في المدرج يعني أعتقد ده ممكن يبقى فيها تأثير سلب بعض الشيء على اللعبين بشكل كبير جدا وإن كان يعني وإن كان يعني خاصات في امبرات الإزايدية زي ما قلت لك يمكن قبل كده أن الامبرات الأهلي ما بتحتاجش دوافع كتير جدا في تحفيز اللعبين لعبها ذات نفسها بيبقى محفزة بشكل كبير جدا ولكن التفاصيل صغيرة بيتدخل فيها المدير الفني لتصحيح الأوضاع داخل الملعب ولكن طبعا نشوف طبعا كلام كابتن مختار كان معترك كتير جدا على الطرد ده لأن كابتن مختار يعني أولا شخصية منضبطة جدا جدا فكان معترك كبير جدا على الطرد فشالله طيب آخر مرة بإذن الله تعالى كابتن مختار بإذن الله طيب أقول برضو الاحتياطي علي لطفي من زكريا مروان محسن وميدو جابر محمد هاني كريم ندفد وصلاح محسن حاببت أقول حاجة على التشكيلة كابتن طارق يعني زيما أنا بقيت كلام كابتن طبعا ماهر التغييرات الكتيرة جدا اللي مجبر عليها النادي الأهلي في الروتيشن اللي بيعمل له مستر كارتيرون ما في الشك طبعا كل مدير فني مع البدايات في الموسم بداية الموسم بيتمنى أنه يصل للتشكيلة المثالية اللي بيحصل فيها سباف التشكيل عشان اللعيبة تدريجيا تعلى في المستوى تاخد فرموة المباريات فبيتمنى أنه يخش بالقوام الأساسي خاصة المباريات الانتاج النهاردة مباريات من المباريات الصعبة لأنه أنا متأكد أن كابتن مختار النهاردة حاشة كل أسلحته اللي هي تستطيع تصنع له الفر في مثل هذه المباريات أنت محتاج لعبين زول خبرات العباء الأساسية القوام الأساسي اللي تستطيع أنك تحسم تحسم المباراة في يمكن في دا الأخيرة زي ما أنت بتقول وإنت يمكن كنت متواجد السلام اللي فاتت في المباراتين وده النادي الأهلي عانى على الرغم أنه كان فيه قوام أساسي ثابت في مشاركاته من اللعبين ولكن عانى في انتزاع الفوز مبارات الإزادية بتنبارات صعبة تحتاج مجموعة من اللعبين مواصفات خاصة تستطيع أنها تحسم مبارات لكن أنا شاف نور ده في التشكيل بشكل كبير كبير جدا وإيما راشو تحلي بالك من المطشط يعني ما بدأش باله فترة وإيما راشو حرص 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 يعني يعني أجيب كمان في الفترات الأخيرة كان بيشارك على فترات بسيطة جدا لكن يعني أنا شاب خاصة أكرم والشام اللي اتنين في قلبها الملعب وإحنا يعني زي ما أنت يعني إحنا اللي أعرف المتعرف عليه اللي يمسك قلب الملعب دايما والصراع دايما أنا متأكد أنه النهاردة صراع نص ملعب فاللي هيمسك قلب الملعب النهاردة هو اللي هيسيطر على المباراة فأتمنى التوفيق لأكرم دي فرصة كبيرة جدا جدا يعني على طبق منفضة أو طبق مندهب أتمنى أن يمسك فيها لأن ده هيزيد من قدرات القوى الدفعية خاصة أن أكرم هو أخذ الوجبات الدفعية اللي هي بيقوم بها نفسه سمع شور سمع شور والنهشام هو اللي بيأخذ نفس الدور بتاع السلية هو عامل يعني توازن بين الاثنين واحد بيميل لأنه واحد دفعية بشكل كويس جدا يعني أمن خاصة واحد بيميل فيه الزيادة العددية مع التمويل لخط الهجوم خاصة لحمودي وإسلام أنا أتمنى يعني النهاردة كمان حمودي مع إسلام أنا شاف فيه مواصله كمان لاستمرارية مشاركته أتمنى كمان هما يساعدوا فيه الرتم العالي أنه هما كمان يرتفعوا بمستوهم كمان عشان يضيفوا للحطتين دول لأن أنا شايف أن التغييرات كتيرة جدا جدا في المركزين دول بالذات يعني لس يعني كارتيرون ما مواصلش لمين اللعيب الأساسي اللي هو ممكن يشغل المركزين دول والمركزين دول بالذات يعني فارقين جدا جدا في النواحي الهجومية معظور في حاجة النهاردة لما ميدو جابر بدأ يثبته وبدأ يديره وبدأ يديره وبدأ يديره وحصلت لأصابة قاعد نفس الكلام برضو وليد سليمان أكيد لو وليد سليمان نهاردة وميدو جابر موجودين هيتم الدفع بهم من الأول برضو وليد سليمان برضو إصابة نظر أنه كان فيه ضغط موراة الفترة الفات لكن نهاردة برضو محاكمة تقول إسلام محارب وحمد حمودي نهاردة بدأوا ياخدوا للمورات تالتة ممكن أو تانية على التوالي نفس السنائية أنا أقول ليه أسامة أن اللعيف فينا وكلنا كل لعبي بيتمنى الفرصة اللي جيله عشان يمزك فيها هو يجيله كده بصبت أنت هتستنى لابد يحصل إجابة بصابة خاصة النادى الأهلي لو فيه سبات في التشكيل زي ما أنت بتقول وليد وميدو والاتنين سبتين أنا هستنى دوري حد مجيلي الفرصة دي فأنا جات للحد عندي لابد أن أنا أستغله وأن المدير يعني أي مدير فني ليه الحالة الفنية بتاعت اللعيبة بتاعته لو هو أجاد هيستمر أنا عاوز يعني حمودي وإسلام كمان بالذات ما ينتخدش الطابع على إسلام أنه هو اللعيب صاحب النص ساعة الأخيرة لا أنا عاوز أكون اللعيب أساس ستندي لستطيع أنك تعتمد عليه يبقى عند النادى الأهلي واحد واثنين وثلاثة أيهما يلعب هو صاحب القرار الأول وأخير هو المدير الفني ويبقى عنده كام أوبشن يقدر يدور فيهم فأتمنى له من النهاردة أن هم يعني إن شاء الله بإذن الله يظهروا بشكل كويس خاصة أمام خصف هيقفلوا بشكل كبير جدا جدا مساحات فالنحية المهارية خاصة اللجناب اللي بيعتمد على نادي الأهلي مهمة جدا 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 في إذبات شخصيته طيب كابتون أسامة يعني خاص هو سياسة الرجل خلاص هو حتى في تصريحاته قال لك أنا أنا هعمل سياسة التدوير بشكل منتظم وده هو قناعاته خلاص فمش أنه نقول بقى كل مباراة ده غير 6 ده غير 4 ده غير 5 هو قناعاته ودي حاجة تحساب له برضه أو في يعني عنده ثقة في كل المجموعة طبعا هو لما عنده ثقة في كل المجموعة هيبقى حريص أنه يشتغل حتى لو كان واحد حتى لو كان واحد مجبر على على الروتيشن والتغيير ده أنه هو يعمله وهو بيعمله نظر ظروف الإصابات نظر لضغط المباراة نظرا أنه ممكن يحمي لاعب ممكن عنده إصابة ولسه راجع فممكن ما يتمش الدفع بي عشان النهاردة يعني أروح لحاجة يعني الأهلي أول مباراة بعد كده بعد التواقق يوم 11 فيه توقف عند وقت كويس فحتة أن أنا يعني ضغطة المباراة في دي تحديدا هو مقتنع قناعة من المبدأ إن كل الناس عايزة تاخد أو كل الناس تاخد بشكل كويس فمرائح لعيبة فالمبدأ عنده لكن حتة ضغطة المباراة في الوقت اللي أنت فيه دلوقتي لا أنا منعرفش ممكن يبقى فيه ظروف إصابات برضه أو حتى حاسب حاجة أو في حد عنده حاجة بسيطة نهاردة لو بدأ يشارك ممكن بدل ما يقعد 3-4 تيام ممكن تزيد معاه المدة تسبوعين وعند مغراف أفريقيا مهم مغراف الدوري بعد المنتخف صحيح لو تسألني عن نفسي بدري يعني أنا أنا كطاري العشري بدري لأن أنا دايما بدري بدري حتة تاريخ روتجي خاصة أنا عندي النهاردة اتنين قلب الملعب واثنين الموجودين آه السلية خلاص يعني حتميا لإن إصابة خلاص أنا بدور على البديل بتاعه خلاص اللي حيواصل معي خلال الأربعة لأنه قدامه أربعة سابيع وفترة طويلة عشو برضو نزيش التدريبات خلص خليبانك هنا بقى هنا بيتحكم في اللي بقول عليه أسام ماذا جاهزية اللعيب الأساسي اللي عند إصابات إجهادات عشان كده هو اضطر لإشراك اللي اتنين دول وبرضو منها فرصة لأكرم وشام لإثبات الزات لأنها دية مش حجيلك بعد جد يعني عاوز أنا عاوز تزود القدرة خاصة اللي اتنين في قلب الملعب لي بالذات لأنه دول عليهم دور كبير جدا جدا أنه هما يربطوا بين الهجوم دفعية والهجومية هما الاتنين اللي يمتلق اتنين بخدرات زي حسام عشور والسولية كانوا فرقين جدا جدا مع النادر أهلي خاصة الاتنين كانوا وصلوا فورما كبيرة جدا واحد في النهاية دفعية بشكل كبير يعني يحط رجلي وخبالك بيقولش من خلاص أن العشور حوز على الحتة دي أو حجز الحتة دي أو السولية حجز الحتة دي دي شخصية اللعب اللي عايز يلعب بتمهر التنافس مشروع يعني أنك التنافس بينه وبينه كان عجمين أزم وانت حبيبي وكل حاجة وفرقة واحدة لكن هذا أنا أساسي أنا دبقى مغوود أكثر أكثر أكون مغوود بشارك يعني صلاح محسن بالرغم أن وليد أزاره لازم يعني نؤمن أنه هو حجز المكان تاع رأس الحرب لكن إصراره لما بينزل بيأخذ جزء من المباراة إصراره وعزمته أنه عايز يسجل عايز يسبت نفسه وعايز يبلأ ليه دور وحتى لما بتدي المباراة برضو بيسمت نفسه فهي دي عجبان صلاحة في صلاح محسن يعني حتى صلاح محسن برغم أنه هايجي فترة هيروح منتخب مصر الأول هيكون متخب هو اللي هل يلعب ليش متخب الأولمبي راح الاثنين راح الاثنين راح الاثنين هوا بس هو التفاة مع الكابتن شعو غريب خد اثنين لا ده هلعب صلاح محسن هو يعني متخب الأول طلعا صلاح كنت قريت هيتم نسعنا بي بس في المنتخب الأولمبي يعني مر في حوار سامة مع عمر الحديدي أنا فاكر في ملعب اللاهلي هنا كابتن سيد قال أنا حتى تضعوا عشرين مباراة حتياطي والمباراة الخمسة عشر ركت يعني بص مستني الفرصة فانت النهاردة فانت النهاردة يعني النهاردة انت بتكلم على أكرم وبتكلم على هشام مش عايزين يقول نصف ساعة وكل وباساعة لا عايزين النهاردة فرصة وحمودي وإسلام وناصر كمان وناصر زي وناصر زي مهمين جدا نهاردة كابتن سيد يبقى فحلا بيثبتوا جودهم بيحط رجلهم بيقولوا الرجل احنا موجودين اهو منطلعش من الفرقة فده محتاجين الصراع ده مش عايز اقول بين الاحتياط وبين الاساسي من كلهم خمسة عشرين لاعب مميزين على اعلى مستوى ازاك المنتخبات او بنسبة للنادي الاحلي وكمان اللي تمنى لها النجاح النهاردة هي الصناعية تحت هشام محمد وكرم توفية الصناعية ده اول مرة هتلعب يعني الموسم ده او اول مرة تلعب مع النادي الاهلي بهشام محمد وكرمت كنا دايما بنشوف واحد من العناصر الاسية زي صام عشور موكر معه هشام محمد او اكرم توفية مثلا جنب السلية لما كان بينزل فالنهاردة انت بتبتدي بهشام محمد وكرمت فتمنى ان شاء الله السناعية ده تنجح النهاردة وينفزه طبعا المطلوب منهم برغم ان انا كنت قابل التشكيل كنت بقول اتمنى ووجود احمد فتحي في نص الملعب ان احمد فتحي عنده المميزات النهاردة ان هو بيضغف في نص الملعب بيارى في قطع الكورة بيفسد الهجمة ويبدأ يشتغل فدي كانت ميزة عالية جدا لأحمد فتحي وكنت تخط جنبه هشام محمد او اكرم انا حاولناك عدنوطة دي هشام ممكن برضك رجل فكر في ان مختار عنده تلات العباء فارقة واضحين اوي ويليام وجيمس وموسى ودول واضحين اوي ان هم اقوية يعني يمكن في مرات الجونة يمكن التبتك اللعبية هشام زكريا مع الانتاج الحربي قدر ان يوقف قوة الانتاج من ناحة الهجومية من ناحة الاطراف بالذاتة كانت سايدة يعني التلات العباء الافارقة بيشغاله جناحين ناحة اليمين واحد الشمال وبعدين رأس الحربة وليام قوي جدا فانا شاف النهاردة يمكن تفكير مستر كارتنون ان هو يقدر يوقف القوة الهجومية من خلال الاطراف ان احمد فاتحي قوي جدا احمد فاتحي من العباء اللي عندها سبات عنده خبرات يقدر يسد الحتة دي عن محمد هاني من ناحة القوة من ناحة السرعة من ناحة الخبرة والانقضاء والناحة التانية يمكن ايمن اشرف برضك عند المميزات في حتة الدفاعية قوي وعنده سرعة فيقدر يوقفوا الجناحين الانتاج الحرب اللي هم يمثلوا خطورة بشكل كبير جدا في عزيز المباراة اعيسو الحالي خطر لنقطة الكابتن مهر على ايمن اشرف كان علي معلول من المفاتيح الكبيرة الهجومية للنادي الاهلي فدايمن بتلاقي علي معلول طاير قدام بيشتغل ممكن في الشروط الواحد بيعمل لك مسلا اكتر من عشر عرضيات بيشارك في النواحي الهجومية ايمن اشرف عنده النزعة الدفاعية اكتر شوية فالنهاردة لازم يبقى اسلام محارب عنده النزعة الهجومية هو اكتر بقى النهاردة هيلاقي هو دايمن ضاهره محمي بايمن اشرف فلازم النهاردة نشوف التواجد اسلام محارب واحمد حمودي في الناحية الهجومية اكبر تكملة الهجومية مع وليد ازارو فدايما ما يشيلش بقى هام من الكرة لما تقطع من كان من معلول ان انا ننزل واغطي في نص الملعب واغطي مع الله النهاردة دايمن اشرف بقوم بالدور ده على اكمل وقت فهو لازم يبقى لي تكملة الهجومية واضحة النهاردة في الثمانتوار في حاجات بتحسب للموديل الفني القناعات السابتة يعني الى ان يحدث العكس النتائج ممكن تبقى عكسية انا الراجل ده مثلا نهاردة فيه اربع لعيبة منضمين للمنتخب صالح محسن ومحمد هاني والشناوي وايمن اشرف ومعهم مروان محسن كمان يعني اتنين بس بلعبوا من الحداشر وثلاثة بره ممكن واحدة تبقى بالنسبة للطريقة الطريقة اربعة اتنين ثلاثة واحد فوليد اصداره هو اللي هيلعب محمد هاني رغم انضمامه للمنتخب مش موجود في التشكلة الاساسية حساباته ممكن تبقى ان محمد هاني راجل بيلعب في كذا مركز ممكن لعب سردباك لو لعبته في الاول وحصل للمشكلة في المركز اللي هي سردباك والباك رايت مثلا من طريقة متفتحة ولا حاجة هتبقى بالنسبة له مشكلة لكن اللي ياخد او استنتاج الشخصي ان انا مهما كانت الحسابات اللي خارج الملعب انا لايه حسابات الشخصية انضمام لعب منتخب انت لعب منتخب لعب جاي من صفر لعب محترف لعب صغير لعب جاي بجون المرة الفاتت لعب ما جابش جون لعب كان كويس لعب ما كانش كويس انا قناعاتي بتشكيله وبطارية معاينة كابتن توقف انا يعني التصوري ان هو بتواجد انا كنت مؤيد طبعا فكر اسامة لما قال احمد فتحي احمد فتحي اولا انت مع الرأي ده اولا هاني محكم محمد هاني من العناصر المبشرة محتاج تدعيم اصلا لما اختير للمنتخب محتاج ان النادي الاهلي يواصل مشاركته وهو من العناصر المبشرة الامانة في المنطقة دي محتاج استمرارية محتاج استمرارية عشان يتقل في المنطقة دي اضافة ان لما انا اجي اعمل توازن في نص الملعب بين اتنين ومفترض يبقى واحد بيلعب واحد لسه داخل على الفريق يعني واحد رجله في الملعب يقدر يسند اللعيب اللي هو لسه داخل خاصة كمان انا اخشى على الاثنين من دول بالذات لان تعرف معدلات الجاري بتاع الاثنين الدفندر يعني زي ما بقولوا كان من بوكس تبوكس ده منتاشر للتمنتاشر خاصة لو انا طلبت اسلوب الضغط المباشر على دفعات الانتاج فمحتاج الاثنين دفندر هم اللي هينجحوا لي الضغط ده ثم الاثنين دفندر يرتدوا في الدفاع فمحتاج الجهازية البدنية مهمة جدا 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 انا اخشى على الاثنين من الجهازية عدم الجهازية البدنية طبعا لعدم مشاركته في المبارات اللي فات احمد فتحي كان ممكن يعوض بالحتة دي هاني كان بيشارك الفترة اللي فاتت في اللارم عبارات نسبة مشاركته عالية يعني في المشارك كان ممكن ان هو هيخط لكن في الأول وفي الآخر إحنا كلنا بنون الكتهادات هو يرجع ليه دماغ كارتيرون هو اللي بيفكر هو اللي عاوز ويمكن برضو فكره أنه هو عاوز يعمل سبات دفاعي تقلي دفاعي للخط دفاع النادي الأهلي بتواجد أحمد فتحي مع أيمن أشرف ناحية دفاعية برضو هو عامل حساب السلاسي الهجومي بتاع الإنتاج عاملين الفارق بشكل كبير جدا لعيبة جراية عندهم سرعات برضو عاوز يعمل في دماغه الكلام ده كله نص الملعب عندهم لأن عندهم خط اللي بيعتمد قالي الكابتن مختار من شديد لموسى ديوارة ومسعد أو حمدين نعرف الانتاج التشكيل زي مننا أحمد كواني يقول لنا تشكيلة الانتاج تفضل يا بحمد شكرا كابتن سيد عبد حفيز ومشكر ضيفك الكرام وكل مشاهدي شاشة النادي الأهلي في كل مكان هذا معكم الأجواء أجواء مميزة جدا كابتن سيد يمكن الكرة زي ما أنت عارف الكرة للجماهير لما يكون النهاردة متواجد جماهير منذ بداية فتحة أبوها بستاذ السلام بشكل منتظم والجماهير بتاتبق على صوت بحب النادي الأهلي سواء ممشجعين ومتابعين لكرة النادي الأهلي حالة مميزة جدا بتعيشها الجماهير الناس مبسوطة الناس فرحانة حتى عملت معهم بعض الكواليس ناس سعيدة جدا مع عودة الجماهير روايدا روايدا إلى الجماهير لكن هروح معاك لتشكيلة الانتاج الحربي تشكيلة الانتاج الحربي لحلاص المرمى عامر عامر رقم 16 رباعي خط الظهر من الشمال للمين أحمد الشديد ومعاه معاذ الحناوي ووهاب عنان لعب صغر جدا مولد 98 ملعب سردباك أما ناحية اليمين عبد الرحمن بدوي رقم 17 سناء الارتكاس وسط الملعب محمد حمد رقم 20 وغنان محمد لعب ناشئ الصاعد للفريق الأول رقم 66 97 مولد 97 طرفي الملعب أحمد دويدار رقم 19 جنبه الطرف الثاني جيمس ستيدي 18 أما سناء الهجوم فبلعب موسى ديارة رقم 23 ومحمد رجب رقم 9 كنت سيد كنت أعرف سؤال حاجة لا تمام كده أبو حميد خلاص أنت كده أدتنا التشكيلة أدتنا يمكن أحمد دويدار بس مش هيبقى في نص ملعب أعتقد أنه هيبقى قدام السردباكين يعني هلعب بأربعة واحد يعني أربعة نعم لا مزبوطين أنا أقول هم لك محمد حميد لا مزبوطين 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 شكرا 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 محميد شكرين جدا لو شايف شكرا جدا لا هي مزبوطة كده عامر عامر أقول هم لحضرتك عامر عامر عبد الرحمن ووهاب عنان ومعاز الحناوي قدامهم هلعب أحمد دويدار ومحمد حميد ومسا ديارة مزبوط كده وموسا ديارة ومحمد رجب نفس السيستن المحافظ عليك كابت المختار أربعة ثلاثة ثلاثة تقريبا تقريبا قوي أوي أوي من الطريقة اللي لعب بها في أولى مبارياته يعني هلعب بواحد أو تاني مبارياته هلعب بديويدار قدام معاز الحناوي ووهاب يعني هلعب بأربعة واحد واثنين مزبوط كده أربعة واحد اثنين ثلاثة طبعا ودي الطريقة اللي كانت المختار بعله يمكن مباريتين على التوالي دي المباراة الثالثة بعد إضافة أحمد رجب وإضافة أحمد رجب وأحمد رجب بمثل له خبرة بشكل كبير جدا وهو ليه هو بلعب أحمد رجب عشان يبقى مع نص المهر يعني نص المهر رقم عشرة فأحمد رجب هو أول واحد يقبله في المفاتيح اللعب بتاعت الأهل بزرق فضل يعني من ضمن الحاجات اللي كانت المختار أضافة أحمد يدار الخبرات اللي موجودة عليها أحمد يدار وكمان يقدر يلعب في المكان ده زي بتقول حق الصد قدام استردباكين في نفس الوقت يقدر يربط مع محمود حمادة وغنب محمد يندروض صغارين في السن فمحتاجين خبرة زي أحمد يدار يقدر يوجيههم ويقدر يلعبهم ويقدر بتحتيهم بشكل جيد القوة الهجومية اللي احنا شايفينها في التبادل اللي بينه وبين وليام محمد رجب يعني بادئ بمحمد رجب وبعدين يبقى عنده أول إضافة بعد كده هجومية الشوط التاني وليام اللي بيكمل مكان محمد رجب كابت المختار بالتشكيلة دي كابت السيد بيعتمد على رجوعه نص ملعب في الحالة الدفاعية ورجوعه في نص ملعب وتقاربه ثلاث خطوط بيقدر يغفل على مفاتيح لعب النادي الأهلي من خلال الأطراف عنده جبهات موجود فيها شديد إناو من ناحية الشمال وبيساعد معها محمود حمادة وموسى من ناحية قدام الجبهة التانية ناحية في ديمين عبد الرحمن بودي ومعها غنان محمد وجيمس دول الجبهات اللي بيعتمد على مكابت المختار في بيقفل منافس النادي الأهلي أو أطراف النادي الأهلي في حالة الاختراكات من على أطراف أما في العمق فبيعتمد على المساكين الاثنين وهاب ومعازل حناوي قدامهم أحمد ديدار وعشان كده عايز يمنع ناصر مهل من الاختراك عايز يمنع أزارو من خلق المسيحات وإزاي يهرب من الرقابة من مدفعي الانتاج الحربي يمكن وهاب حيلعب مع أزارو بشكل بشكل جبير جدا في حيثة الرقابة من صغير 21 سنة وقوي وسريع وبيجيد ألعاب الهوى فده كابت المختار النهاردة حيبقى فيه عارف حتة إزاي في المفاتيح لعب النادي الأهلي حيبقى فيه اللعب الجانبي بين لعبة لعبة الأهلي ولعبة الانتاج في حالة الاستخلاص والضغط على النادي الأهلي في الاستحواز كابت المختار بيشتغل لو جابت الشمال شغالة بيبقى فيه انطلاقات من شديد إناوي مع محمود حمادة مع موسى ونحية اليمين لو اشتغلت عبد الرحمن بودي مع غنب محمد مع جيمس أما في العمق طبعا محمد رجب ونحن عارفين محمد رجب من الهدفين اللي جاب بممكن أكتر من هدفين مع كابت المختار وجاب هدف الانتاج السندي هدفين يعني بصدق اعتمد عليه منهم جابت بشكل دائم وخطاف لعب يتابع بشكل مميز فالنهاردة هنتفرج على جيم تكتيكي أنا شايف لو ربنا وفع الفريتين هنتفرج على مباراة تكتيكي على المستوى طيب نقدر نقر أفكار مختار مختار كت خلاص قال لك اللي جناب ممكن أقفلها بأحمد شديد وموسى ديارة وعبد الرحمن بودي وجيم ستيدي ما فيش مشكلة عندي عن طريق فحمد فتح ديمنوجي تنظره عن طريق أحمد فتح أو كان علي معلول لو كان في حساباته أو أي من أشرف اللي بيلعب النهاردة لكن كانت عندي مشكلة العمق ممكن أقفلها بأحمد ديودار متهالي ده ممكن يكون فكر مختار مختار ولا حقاك عايز تضيف حاجة تانية طول عمر الكابت المختار يعني خاصة مع البدايات الموسم ده بيعتمد على الكسافة العددية مع التنظيم الدفاعي الجيد كسافات عددية بلوكات بين خط الدفاع وخط الوسط بيعتمد طبعا على الطريقة أربعة تلاتة تلاتة خاصة في ناحة الجميع بتتحول لأربعة تلاتة في ناحة الجميع بتحول لأربعة واحد أربعة واحد في ناحة الدفاعية الكل بينزل يدافع حتى رجب والكل بيتمركز على منطقة نص المنعب بيقى البدايات بتاعتهم سيبين التلاتة الدفاع كله ده اللي أنا بتصوير رح يسيبه مرة تلاتة الدفاع بالضغط ده ممكن ممكن يفاجئنا لكن أنا شوفت حتى في معظم برات اللي في الدك بيسيب التلات الدفاع بيعتمد على المساحات والسرعات وانه كسافة عددية رجب من اللعيب السنتر فراو ده الغلسين يعني اللي بخبط في كل حاجة عالي تلاقي بيخبط على الرغم من هو يعني العاب الهو فيه تفوق المفترض لنجيب وكلو بالي لكن جنبه تعالي يعني يعني بنقول عليه لعيب يعني يعني غلس في لعبه ما بيديش بيديش مساحة أنك تقدر تبني هجمات لكن أنا متصور النهار ده كابت المختار بالنسبة للضغط يعني هيسيب مساحة لأنه دي الأهل أنه يبدأ من تحت بشكل كبير جدا وإن كان ممكن يفاجأك في البدايات بالضغط ده نص الملعب بيعتمد عليه بشكل كبير جدا الغنام وحمادة أيمين بدور هجومي بشكل كويس جدا مع جديد مع بودي وإن كان شديد وبودي الناحية الهجومة بتاعتهم أعلى من ناحية دفاعية ودي ممكن للصغرات اللي استغلها النهاردة عشان كده بقولك دور حمودي مع إسلام مع أيمين مع فتحي لهم دور مهم جدا في استغلال الأطراف في الشكل طبعا هو حاط الدودار لرقابة ناصر لأن ناصر مجلح ناصر المهمة في تشكيل تنادي الأهل لما اللعيب ده لما يكتسب السقة بشكل كبير جدا هيبقى صانع في محور لعب بشكل كده ويعمل الفارق بشكل كبير جدا في النهاردة دور مهمة جدا في مراقبة ناصر معاز مع وهاب أنان لهم مهمة طبعا مباشرة في رقابة أزارو لأن أزارو خاصة في التلت الدفاع الأخير يستطيع أنه من أنصاب فرص أنه يقدر يقترس به هدف عنده سرعات مباشرة خاصة في العشرة يارضات الأخيرة يستطيع السرعات هتفرق كتير جدا جدا عمليت الضغط هتفرق كتير جدا جدا كابت المختار في الأطراب بشكل كبير جدا نعارف بقدر أحمد فتح لو خد نساحات في رسال الكرات العرضية أي من أشرف وإن كان النواحة الدفاعية هتغلب عليه بشكل كبير جدا لكن نعارف ليه برضو دور مهم جدا عشان كده قافل بجيمس تيدي موسى من اللعيبة اللي بيعتمد عليها ديوارة اللي بيعتمد عليها كابت المختار لذلك مهمة أحمد فتح مهمة سخيلة جدا على غلق لأن دي أحد المفاتيح اللي بيعتمد عليك كابت المختار خاصة في الناحيتين الدفاعية وفي الناحية الجميل فالشك أنا متصور أن المباراة يعني هتبقى مغلقة داخل الملعب وممكن يعني في تفاصيل صغيرة هي تكون الحسمة للمباراة دي طيب كابت المسامة يعني دي أسئلة بيطرحها كابت المختار ومختار مختار بيحاول أن هو يجاوبها لكن من ضمن الأسئلة كبان اللي لازم الكرتون هو بقى اللي يجاوبها ماذا لو مثلا أحمد ديودار كان في التلت الأخير وخصوصا من التلت الأخير هيبقى مع نصر مهر من ممكن هو اللي يبقى مكان نصر مهر من هو اللي ممكن يبقى مديك مش مسألة اللي السحوات بس كمان نقل الكرة أو نقل في العمق عن طريق أيمن أشرف أحمد فتحي أو إسلام محارب أو أحمد حمودي من اللي ممكن يعملوا الدور لو كان أحمد ديودار مكلف في رقابة ناصر مهر أنت النهاردة عندك مفاتيح لعب في النواحي الهجومية في إسلام محارب في أحمد حمودي وليد أزارو وناصر مهر لو ناصر مهر تم رقابته من نحو الديودار النهاردة لازم برضو عايزين نشوف التكملة تعتشام محمد دي اللي كان بلعب عليها السورية وكان عامل يعني مكسب كبير اللي نادل أهل فيها وتكملة هجومية كانت دايما السورية بيجي من تحت كان اللي بيقوم بالدور بتاع حصام عشور ممكن يشوف أكرم توفيه هو اللي يقف هو يعني خط الارتكاز أو نقطة الارتكاز ولازم يجتم تكملة شام محمد هو اللي ابدأ يفك الخطوط هو اللي بحالة الوصل أول ما يفكد كرة بيرجع يعمل الدور الدفاع التاع النهاردة برضو مش عايز أشوف يعني تمركز دائم من إسلام محارب وأحمد حمودي لازم أشتغل يعني لجوه الملعب عشان أفتح حتى لأحمد فتح النهاردة أحمد حمودي لو فضل وقف على الخط وقف لأحمد فتح أحمد فتح مش يقدر يطلع ويعمل التكملة الهجومية بتاعه المراكبة من واحد بس خلاص طبعا لازم يبلغيها التكملة الهجومية ومن عمك الملعب شوية عشان أفتح المساحات لأحمد فتح وأيمن أشر بيعملها بشكل نموذجي ده من التحركات العرضية بتاعته أو التحركات الطولية اللي بيخلق المساحة دايما في ظهره لازم يستغلها إسلام محارب لازم يستغلها أحمد حمودي بجمع دايما اللعب في مكان عشان أبدأ أغير الاتجاه في لعب في مكان التالي النهاردة هنشوف كسافة طبعا من كابت المختار في وسط الملعب من محمود حمادة من غنان محمد من دوودار جيمس تيدي ودياره هيرجعه هيعمله كسافة لازم النهاردة يبقى فيه سرعة في نقل الكورة ما يبقىش فيه البط اللي هو كابت المختار ممكن يكون عايزه إن الخطوط تبدأ تتراضع لازم يبقى فيه نقل في تدوير الكورة لازم فيه نقل في الهاجمة بسرعة لكن النهاردة فيه عامل مهم جدا للناد الأهل النهاردة كابت المختار هيعمل تسابة في نص الملعب وعايز سطع نص الملعب والناد الأهل اللي بيهاجم عنده بقى مفتاح اللعب بتاعه هو الهجمات المرتدة السريعة عن طريق محمد رجب ورجب بيمتاز بالسرعة جيمس تيدي بيمتاز بالسرعة دياره بيمتاز بالسرعة لازم النهاردة يبقى فيه يعني ما كونش تاهمة على الهجمة من سليف كلوبالي ومن محمد نجيب ما كونش يسرح مع الهجمة لأ أنا عندي دور مكلف بالوقفة بتاعتي يكون صح مليون كلمية النهاردة لازم يبقى عندي الكسافة العددية أو العدد الدفاعي بتاعي لما في النواحة الدفاعية ما يبقاش دايما أشوف اتنين على اتنين لا دايما يبقى عندي لو أحمد فتحي مهاجم من ناحية اليمين لازم يبقى أيمن أشرف مأخر شوية معنا جيبه سليف كلوبال أو العكس أحمد فتح الناحة التانية عشان دايما يبقى عندي لو الانتاج الحاربي عامل هجمة مرتدة يبقى عندي كسافة عددية سليف كلوبالي في بناء الهجمة مميز جدا في كرات الطويلة مميز جدا في كرات العالية مميز جدا لكن عنده عيب طبعا حتة السرعة في الهجمات المرتدة لازم النهاردة محمد نجيب وسليف كلوبالي ما يلعبوش الخط واحد النهاردة لو سليف مرائب لازم محمد نجيب عامل عمق شوية بدي نفسه مساحة لو كرة عملت أقدر أنا سبرينت واروح وغطي بسرعة نفس الكلام برضو كلوبالي لو محمد نجيب هو العمل الرقابة مان مع رجب لازم أنا أكون عامل عمق اتنين تلاتة مت عشان أقدر أغطي بسرعة هي دي النقطة اللي بلعب عليها الكابت المختار لو الأهلي تعامل معها في شكل كويس دايما هنشوف في النادي الأهلي والنهاردة في النادي الأهلي في النواحي الهجومية في نص ملعب دايما الانتاج الحاجة برضو المهمة اللي بدأها النادي الأهلي في مباراة كابالا سيتي وعملها في شكل مميز جدا ما كنا نشوف في النادي الأهلي في المباراة اللي السابقة عملها حتة الضغط مباراة المباراة حتة الضغط مباراة المباراة بتبدأ تولد أخطاء فرقة الانتاج تبدأ تحطهم في نص ملعبهم بتديهم رسانة النهاردة لا ده أنا عايز أخذ تلاتة بونت النهاردة النادي الأهلي إن شاء الله بأمر الله لو كسب انت هاردة انت متصدر جدوى المسابقة سموحة وبرمنز خلص تعادل على فكرة تعادل النهاردة انت لو ربنا كرم إن شاء الله بأمر اللي النهاردة تقدر تكسر تقدر تصدر جدوى المسابقة تبقى 13 بونت فتبدأ يعني خلاص تبدأ بقى تحط نفسك في مكانة من الأول بدر بدر يعني فإن شاء الله النهاردة هي بس النقطة بتاعت المهمة إن انت تكسر بقى التواقف كمان هي شخصية اللي انت عاوز المباراة دايما انت كمدرد تبقى عارف ايه اللي انت عاوز المباراة اللي نازل عاوز تعملين تقسيم المباراة وإن أهمية الإحراز الهدف في العشرين ديئة الأولى يعني هيغير لك السنالي والتكاتران دي كلها مهم جدا الكلام ده يعني أنا متأكد إن كارترون بيلعب على العمل ده ومتأكد لعبة النادي لحافظة دور ده لأن كونك إنك بتسعى لهدف واحد وهو تحقيق الفوز فده بيخلي عندك حالة من الاستعداد المفترض استنفار دائما على الإحراز فكل ما بدرت كل ما انت تكتلات الدفاع اللي احنا عملينا نتكلم عليها للكتكتلات دي هتسهل لك هتبص دي هتفتح المساحات هتبان لك تقدر تلعب براحل لك بشي لكن طول ما انت ما أحرزتش الهدف بدري طول ما هتلاقي الفريل قدامك محافظ على الشكل الدفاعي وتضطر انت تستعجل والفرقة المنافسة تستغل الأخطاء اللي ممكن تتولي بتقلب بتقلب الدنيا بدلا ما تبقى المساحات عنده وتبقى المساحات عنده ومختار مختار بيستغل لده عنده أرقامه معنا كمان كده يعني أرقامه 22 مباراة لعبها قدام الأهلي فاز في واحدة وتعادل في سبعة وخسرة 14 جاب 19 جول ودخل مرمى وفي الفرق اللي تولى بسؤوليتها قدام الأهلي 44 هدف دي أرقام كابتن مختار مختار أمام مدرب الأهلي مانيو الجزي وحسام البدري وفاتح مبروك وابون فرير ومارتين يول يعني عرضناها مباراة واستعرضناها بشكل تفصيلي خلينا نشوف تأرير مع كابتن مختار مختار ومواجهاته مع الأهلي وكابتن مختار مختار بالتأكيد هو قيمة تدريبية على أعلى أعلى مستوى مباراة واعتف تكروا أنها تبقى سهلة بالتأكيد هي مباراة صعبة على الفرقتين على الأهلي وعلى الانتاج الحربي الانتاج الحربي تهارير مع كابتن مختار ونرجع لكم من جديد آخر مواجهتين جامعة الأهلي والانتاج الحربي الانتاج الحربي جاب جولين من ضربات سبتة هما ضربات جزاء عن طريق عمر السعيد وعن طريق كمان خالد أمر حتى النهاردة نصف أهداف أو 50% من أهداف الانتاج الحربي من كرات سبتة وتحديدا على القرى العرضية أو العرضة القريبة يعني الانتاج جاب أربع أهداف منهم هدفين من كرات سبتة كابتن ماهر تكلمنا على خطورة الكرات السبتة قبل نتكلم على خطورة الكرات السبتة الانتاج الحربي كابتن سيد الصداع اللي عام المشكلة يا كابتن مختار إنه محتاج بلاي ميكر وخبلك صنع علعاب في الثلاثة طغنص الملعب مش مو عنده هو آه النصدق علعاب حيسايله حاجات كتيرة جدا في الحاجات اللي حتى بنكلم عليها خل المسيحات اللي حتيبة في ظاهر جميع الفرق اللي بيقبلها لما بفيه بليميكر كده زي مثلا النصر ناهر زي هشان محمد بيساعد المدير الفني انه يقدر يعمله الحاجات اللي فيها البيينية الحاجات اللي فيها تبقول لك حالي حاجة وانا بلعب الفرق الأكبر يعني انا هو مدرب وانا بلعب فرق أكبر مني أو أقوى مني مش عايز اقول ما بهتام شاول ان انا بيعندي صنع علعاب لان انا بمجرد ما بكتسب كرة بيبقى عندي مساحات خلاص المساحات بتبقى موجودة هو صنع علعاب جاي عشان يوجد لي حل يوجد لي حل من تكدس دفاعي من تكدس دفاعي من عدد كبير في منطقة فصنع لعب واحد مهاري واحد ده بيعرف يبصر في العمق كويس يستلم بشكل كويس لكن وانا بلعب فرق زي مثلا الأهلي أو الإسماعيلي أو الزمالك أو أكبر من كده حتى في المنطقة الإفريقية مثلا يعني مثلا يعني فانت بمجرد ما انت بتستحوذ على قرأ أو بتاخد القرأ وبيفقدها الفرق التاني المساحات بتبقى موجودة خلاص أصلا بأنهما في حالة هجوم فصنع الألعاب اللي بيقدر يوصلك الهجمة كاكيد للسرعات اللي هو بيقدر يعتمد عليها لساعات يعني السلسل اللي موجود ساعات بيحط الباص يمكن في الرجل العفارقة بيحبوا السرعات خلساحة عشان يقدروا يسبقوا يقدروا يعملوا فارق وفساعات بيبقى مشكلة لخط نص نادي الانتاج لكن هما طبعا بيعتمد على القارة السابتة وشوفنا يمكن في الخمس أسابيع شديد كبير جميلة كل مدرين الفنين اللي موجودين اللي بيشتغلوا المصريين طبعا الكفاء اللي احنا بتفرج عليهم بيعتمدوا على الوحدة التدريبية اللي هي فيها القارة السابتة اللي لك واللي عليك بيهتموا بيها بشكل كبير جدا اللي عليك انت بتحاول بفيه تمركز صح بتحاول بفيه رقابة صح وبتحاول التشتيت عشان تمنع الخطورة اللي عليك بالنسبة الانتاج الحربي بيعتمدوا بشكل كبير جدا قارة السابت اذا كانت فيه كورنان او فيه فولات جانبية بيعتمدوا بشكل كبير جدا على الناس اللي بتروح اللي عندها النازع الهجومية وعندها الجنبج العالي وعندها الانطلاقات الهجومية زي مثلا لو شوفنا كده وهاب اللي هو أنان اللي هو واحد وعشرين سنة وماكسب كبير جدا يعني أنا بحقي كابتن مختار بصراحة يعني انتشاف ان الدور المحلي بقى عندنا مفتقدين حيث القلبية الدفاع يمكن حتى على مصوى منتخب صحيح فطبعا رؤية كابتن مختار كتت رؤية فنية انت عتزلت وحد تخير كله اه فسبحان الله يعني كنا نتمنى ان احنا موجودين في العهد ده اه طبعا اه الحياة يعني كل ثلاث سنين وكل ست سنين وتسعة سنين اه طيب النقطة الأخيرة بقى كنت سيد ان هو بيعتمد على التارة افارقة في الكورات اللي هي زي ما تكلمنا كورة سابتة بيسجلوا منها بشكل جيد بيجيدوا هم الانطلاقات وبيجيدوا على العاب الهوى وبيقدروا يستغلوا العنصر ده بشكل جيد وزي ما تكلمت افارقة عنده نعم عنده جيمس وموسى ويمكن جيمس وموسى وبيطلع وهاب وساعات معازل حناوي بيطلع احمد ديدار بيطلع غناب ومحمود حمدأ بردك عندهم عنصر الطول بيطلعوا ويشتغلوا في حاجة السابتة بشكل عين في الشك طبعا السلاح الكورات السابتة بيبعى سلاح دائما وابدا فارق في المباراة اللي بتيب موقف في ساعات كتيرة جدا انت بتحتاج له خاصة شديد مميز جدا جدا في رسالة القرارة العرضية السابتة او المتحرك وبيعتمد على الزيادات العددية فلابد ان النادي الاهلي يقفل على جديد لان ده احد العناصر اللي بيعتمد عليك كابتن مختار بشكل كبير جدا اتنين النادي الاهلي خاصة في قرارة السابتة في مباراة اوغاندا كامبال كامبال ظهر سلبية كبيرة جدا جدا في الرقابة في قرارة السابتة جنين اعتقد من ان قرارة السابتة يدخل في النادي الاهلي كتير على الرغم النادي الاهلي عنده اطوال بشكل كبير تقدر تتعامل مع المواقف دي فتكير النهاردة في المواقف السابتة ان الشديد عنده ميزة في ارسال القرارة العرضية في الناس بتلعب العبها بشكل كويس جدا النادي الاهلي النهاردة برضو محتاج ان هو استغلال الكرارة السابتة لفتح المباراة يعني الدربات الركنية ساعات الفاولات السابتة حوالي 18 ممكن تستغلها بشكل كويس جدا فدي السلاح ممكن يكون بيفتح المباراة بشكل كدير خاصة في المباراة المغلقة طيب اسامة خلينا اقول لك ليه المباراة بتمتد مع الانتاج الحرب الفترة طويلة من عمر اللقاء يعني في السنة الفاتت ديها 77 سبحان الله يا صدف بإنسان يا حاجة كده وليد أظهره واجهة لكن في موسم من المواسم عمد متعب في ديها 96 مع الانتاج الحرب دايما بتروح لوقت طويلة هي معروفة عن فرقة التالية ده قول بتاع عمد متعب فضل ده كان في السواني الاخيرة ده في ديها 96 ده الله سمتش انته هي فرقة طبعا فرقة الانتاج من الفرقة المميزة يعني دايما مباراة الاهلي والانتاج حتى لو بالأرقام من الاهلي هو اللي بيتغلب في التلاتاشر لقاء الاهلي تغلب في عشر مباريات حصل التعادل في ثلاث مباراة لكن دايما مباراة فيها ندية دايما مباراة ببدخ الملعب وخارج الملعب سواء حتى لما كانت كابتن شاوي غريب بيتولى القيادة الفنية ممكن من سنتين ثلاثة كابتن مختار بيستمر دلوقتي لكن دايما مباراة الاهلي والانتاج مباراة قوية ومباراة الحلوة اللي فيها أهداف كمان برضو في وقت من الوقات تلاقي الجيم مفتوح عايز بس أضيف حاجة دلوقتي بالنسبة للكرات السابتة وإحنا بلتكلم كرات السابتة الدفاعية للأهلي لكن مفتاح لعبه مهم جدا الكرات السابتة الهجومية للناد الأهلي عندنا سليف كلبالي بقى عنصر طبعا بينافس وليد أظهره دلوقتي جاب لنا ثلاثة بونت في تاونشيب مهراء مهمة هناك من كرات السابتة جاب لنا المهراء اللي فاتت في كامبالا سيتي برضو كرات السابتة بالرغم أنه ملعبهاش وقطع على الأولى ببناغه لكن كان خد البعيدة توقع أن الكرات عادت خد على صدره وبسرعة يعني سددها في المرمى فمفتاح الهجومي لناد الأهلي مفتاح مهم جدا لكرات السابتة عن طريق سليف كلبالي عن طريق وليد أزارو التكميلة الهجومية عندنا أطوال في محمد نجيب لكن النهاردة العنصر المهم اللي احنا مفتقدينه مين اللي يعمل الكرات السابتة كان علي معلول هو الموجود سواء بالعبها الركنية أو فاول خارج 18 فكان بيلفها بشكل نموذجي بحط حتى صعوبة للمدافع اللي هو واقف ممكن احطها في نفسه فالنهاردة كان بسأل النهاردة هنشوف بقى مين المكلف بكرات السابتة اللي هيقوم بضر علي معلول على محطقة ممكن يكون إسلام محارب أو حمودي يعني هو طبعا في وجود علي معلول في الملعب هو رقب واحد هو اللي بيعمل فنشوف من النهاردة اللي هيعملها محتاجين طبعا يعني نص الهدف هو الأوفر اللي هتعامل أو كروس اللي هتعامل ده يعني سبب كبير في الهدف طيب عشان ردنا ثلاث دقائق بالزبط كابت خلينا نقول لك ديكت بودلاء الأهلي مثلا علي لطفي مؤمن زكريا مروان محسن وميد مجابر محمد هاني كريم ندفت صلاح محسن غالبا السبع عندهم الميول الهجومية السبع عندهم الميول الهجومية على حسب مجرية اللقاء وأحداث اللقاء ده كلام كلنا طبعا حفظين لكن من وجهة نظرك مين ممكن يبقى ورقة يستخدمها كارتونيون يعني في الفطرة الأخيرة ما في الشك نمر واحد صلاح أولا جايب هدفين مؤسرين جدا جدا ومقادي بشكل جيد في خلال المساحة اللي قطيحت لي يعني أعتقد نمر واحد عندك بيد جابر ومؤمن من العناصر اللي ممكن تستغلها على طرف بشكل جدير جدا أنا كل بس ما يقلقني في البودلة هو عدم وجود ظهير أيصر بديل لأي من أشرف لأن مش عارف مين اللي ممكن من البودلة أنه يقدر أو استم محارب في المنطقة لأنه أنا مش شايف غير أي من أشرف هو الظهير اللي أيصر فقط الوحيد لكن هم كلهم حتى مروان مؤمن ميدو صلاح محسن كلها عناصر يعني هجومية بشكل كبير جدا وده دليل يعني أنه يعني حاشد كل العناصر الهجومية لإصرار الناد الأهلي على انتزاع التلات نقاط حتى ما في الشك طبعا في المباراة المغلقة قضية برضو البودلاء لهم دور مهم جدا جدا في تحويل دفة المباراة فكل الكل يابد نكون مستعد حتى في الدقاء الأخيرة يمكن يسامة تكلم على صلاح أنه هو في الدقاء القصيرة اللي بيشارك فيها والصغيرة لكن بينزل يصنع الفارق مهم جدا يكون أنت عندك الاستعداد لاستغلال الفرصة في أنك تصنع الفرق مع نادل بالشك طبعا أولا لهم خبرات بشكل كبير جدا مؤمن على مروان حتى ميده وصلاح مواصن من العناصر المبشرة طبعا في الفطر الأخيرة في خطة وجم الندي الأهلي موجة نزك ممكن يبقى نجمل لقاء أو تقلق النهاردة يروح نحياته أو لي من فرقتين لو حابت تختار من الأهلي أو من الإنتاج الحرق يعني من التلات خطوط كده كابتن سيد كلبالي في الندي الأهلي في قلب الدفاع عندنا محتاجين بقى ناصر مهري يعني يعني يبقى يكمل تسعيدية يعني محتاجين ناصر مهري يبقى موجود في الملعب بصفة أساسية أظهره طبعا إن شاء الله نتمنل التفقيل النهاردة بالنسبة للإنتاج الحربي عنده القوة الضريبة زي ما قلنا يمكن موسى وجيمس وعنده محمد رجب وويليام لما بيزل الشرط التاني بيبقى بيمسوا قوة ضريبة للإنتاج الحربي هو ناصر بيتغير لأن في الفترة الأربع مرات اللي أنا تبعتها للنادي لها الاستراتيجية كاريترون إن هو بيلعب بستريكر تاني فبيزود القدرة الهجومية في حالة عدم المكسب يعني في حالة المكسب اتأخر قفناه في الإسماعيلي شفناه في المبرارة الأخيرة برضو فبيغير مع الحرص فبيغير الاستراتيجية لتنين استريكر طيب تتوقع من يكون نجمع لقاءة كابتر نوسام أتمنى التوفيق النهاردة طبعا لشان محمد وأكرم توفيق يعني بدايك وإيسا مكسب سلاء النهاردة جديد إن شاء الله للنادي الأهلي في وسط الملعب مهمين جدا طبعا مع حصان معشور والسلية أتمنى النهاردة التوفيق لمحمد الشناوي استعادة ثقة بعد المورال فاتت الشناوي ما شاء الله ماشي فترة كبيرة بأداء سابت مع متخب مصر في كاس العالم مع النادي الأهلي يعني لو جات المباراة ما فيش مشكلة لكن النهاردة يعني يستعيد تاني فرميته يستعيد قوته تاني إن شاء الله وإن شاء الله طيب أنتو كمان على صفحتنا على الفيسبوك صفحة قناة الأهلي اختارونا رجل اللقاء احنا هنرجع لكم بعد اللقاء على طول بإذن الله أنتو اختارونا اختارونا رجل اللقاء كل التوفيق لنادي الأهلي في مواجهة الانتاج الحربي بعد اللقاء ما تروحوش في أي مكان تاني هنتكلم على المباراة بالتأكيد والأمور التحكمية أكيد وهنتكلم كمان على القرعة بتاعة بكرة الأهلي في دور الأبطال بعد اللقاء ما تروحوش في أي حتة تاني اشتركوا في القناة